أحبة في الله وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله أتوجه إليكم جميعا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم أتوجه إليكم جميعا بخالص الشكر على دعمكم المعنوي والمادي لهذا المركز المبارك منذ انطلاقته وهنا بالمناسبة وبفضل الله سبحانه وتعالى علينا نحن في هذا العام أتممنا عامنا العاشر لافتتاح هذا المركز فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأعود إلى قولي وإلى ما ذكرت أتوجه إليكم بالشكر الجزيل على دعمكم المعنوي والمادي أعني بالمعنوي الدعم المعنوي المحبة والثقة والاحترام وحسن الظن وغض الطرف عن الأخطاء والنصيحة وأعني بالدعم المادي الصدقات والتبرعات التي يعني جزاكم الله خيرا ما قصرتم فيها في السنوات الماضية أذكر ذلك بناء على مسألة حصلت لنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الأيام الماضية بسبب مسألة قانونية وفقنا الله سبحانه وتعالى بها فأردت أن أتوجه إليكم جميعا بالشكر الجزيل وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أموالكم وفي ذرياتكم إلى قيام الساعة وكما لا يخف عليكم أيها الأحبة كما لا يخف عليكم في العام 2020 تعرض مسجدنا لمداهمة أمنية وذلك بعد حصولنا على مبلغ خمسة آلاف يورو في أزمة كورونا وكانت التهمة آنذاك التي وجهت إلينا آنذاك هي تهمة الاشتباه بتمويل الإرهاب وقد منى الله سبحانه وتعالى علينا آنذاك بالبراءة القانونية إذ أن المحكمة برأتنا من هذه التهمة وقالت بأن هذا الاشتباه كان غير صحيح ومنذ ذلك الوقت ونحن نعاني من بعض الجهات الرسمية ومن بعض الأجهزة الأمنية التي قيمت المسجد بأنه متطرف ونسبته بأنه مكان للسلفية وقالت عنه أيضا بأنه مكان قريب من الإخوان المسلمين هذه التهم أعاقت عملنا في هذا المسجد ولن يعني آتي على التفاصيل ولكن أعاقت عملنا في هذا المسجد من الأمور التي أذكرها تعرض القائمين على المسجد للمضايقات المتتالية ومنها أيضا تعرض الإخوة والأخوات العاملين في المسجد للمضايقات الأسرية سيما الإخوة والأخوات الذين ينحدرون من أسر غير مسلمة بالإضافة إلى أن الصورة الاجتماعية عن المسجد بادت المسلمين فبفضل الله سبحانه وتعالى قمنا بالإجراءات القانونية وطلبنا من المحامي أن يرفع دعوة قضائية ضد هيئة حماية الدستور في برلين والمعروفة بألف فاصنشوتس قمنا بدعوة ضد هيئة حماية الدستور في برلين على هذا التقييم الذي نراه تقيما خاطئا وقد قيد الله سبحانه وتعالى لنا رجلا محبا غير مسلم نظر في التهم التي وجهت إلينا وقام بكتابة تقرير ومقال مفصل دحض في هذا التقرير جميع التهم التي وجهت إلينا وبفضل الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثاء تلقيت اتصالا من المحامي وأخبرني بأن المحكمة العليا الإدارية والمحكمة العليا الإدارية هذا يعني بأن هذا القرار غير قابل للطعن فيه أي أن لا قرار للاستئناف أي أنه لا مجال للاستئناف بعد هذا القرار قررت المحكمة الإدارية العليا بقبول شكوانا وأقرت بأن الشكوى التي قدمناها محقة وأجبرت هيئة حماية الدستور على محو وإلغاء هذا التقييم الذي كان يصدر سنويا في بيانها السنوي وبفضل الله سبحانه وتعالى تم بذلك إنجاز القضية لذلك أقول أيها الأحبة بعد سنوات من الضغوطات التي تعرضنا لها في هذا الباب أردت أن أتكلم معكم بشكل سريع ببعض الفوائد التي خرجت بها من هذه التجربة أولا الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ثانيا رغم الأصوات المرتفعة في السنوات الماضية خاصة من بعض أهل الرأي ضد المهاجرين والمسلمين تجد بفضل الله سبحانه وتعالى بأن القضاء ما زال نزيها وما زال عادلا وهذا الخبر وهذه القضية خير مثال على ذلك ثالثا أهمية العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين ضرورة مهمة وملحة خاصة للمسلمين الذين يعيشون في بلاد الاغتراب العلاقات الاجتماعية مع غير المسلمين الذين يحبون الإسلام ويحبون أهله ربما لا يريدون اعتناق الإسلام ولكن يرى بأن هناك مظلومية وقعت على المسلمين فهو يريد أن يساعدهم لذلك كنت في السنوات الماضية دائما ما أكرر على أسماع إخواني قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف ودخل تحت جوار المطعم بن عدي رجل كافر دخل النبي صلى الله عليه وسلم تحت جواره في مكة رابعا الوعي ثم الوعي عند العاملين وعند القائمين على المساجد سواء في الخطب وسواء في الدروس وسواء في البيانات عدم الاستعجال وعدم السرعة أحيانا في بعض الكلمات لأنها قد تشكل صدامات مع المجتمع الذي نعيش فيه خامسا أهمية معرفة طبيعة البلد الذي نعيش فيه وأن نكون على وعي بالمتغيرات السياسية والاجتماعية التي نعيش فيها لأن هذه المسألة أيها الأحبة لو تنبهنا إليها وفهمناها وهذا ما أختصره دائما بكلمة فهم الواقع لو نتنبه له سنوفر علينا كثير من الصدمة أخيرا أهمية التواصل بين المراكز الإسلامية أهمية التواصل بين المراكز الإسلامية وإبعاد المراكز الإسلامية عن أي تباعية سياسية أو حزبية أو أي جماعة إسلامية خاصة في هذه البلاد ضرورة ملحة إبعاد المراكز الإسلامية والمساجد عن أي تباعية سياسية أو جماعات أو أحزاب إسلامية ترجمة نانسي قنقر